السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في موعدنا الأسبوعي مع مناقشة الحلقة الجديدة من مسلسلة House of the Dragon الحلقة الرابعة اللي أضيعت تحت عنوان King of the Narrow Sea بإشارة مباشرة لديمن ترجيريان وعودته إلى King's Landing اللي شاء لبت الدنيا وغيرت المقاميس اللي هي المقاييس يعني ما زلنا مستمرين في التغطية بتاعتنا القائمة على المناقشات المرسلة اللي بدون سكريبت قدامي بس شوية نوتس علشان تبقيني على الطريق المستقيم ما حدش كده ولا كده فطبعا لو حد ما شافش الحلقة أفضل يقفل الحلقة دي دلوقتي يبقى أرجع لها لما يشوفها حلقة الرابعة بالنسبة لي هي الحلقة الأفضل في المسلسل حتى الآن قرب أتحك لأن الحلقة الثالثة أنا قلت عليها أنها مش الحلقة المفضلة عندي أو بتعبير أدق هي الأقل تفضيلا بين الثلاث حلقات اللي تم إذاعتهم حتى الآن وبعد ما انتهيت من الحلقة لإني ما بحاولش أقرأ ردود الأفعال قبل ما أصور الحلقة بتاعتي عشان رأيي يبقى طالع من قناعتي الشخصية بالكامل اكتشفت أن في عدد كبير من الناس مختلف معي وده خلاني أحطر شوية هو فيه إيه أنا شفته الناس ما شافتوش أو فيه إيه الناس شافته أنا ما شفتوش الحلقة الرابعة حتساعدني جدا على إني أخيرا أشوف ده بشكل أوضح شوية بعد ما عرفش كم موسم في جيموف ترونز وكم موسم في معرفش مين وكم كوميك بوك وكم حلقة في الموسم ده هيبتدت الصورة يعني تتضح شوية الحلقة الرابعة زي ما بقول هي حلقتين مفضلة في الموسم حتى الآن وأنا معرفش رد فعل الناس بعد ما قفل الحلقة حرجع تاني أبص ويمكن ألاقي اختلاف معايا وأنا حاسس أنه فعلا هيكون فيه اختلاف معايا لإني سريعا بعد الحلقة أمبارح كتابت تويتها ساخرة كده عن حاجة في الحلقة وجات لي ردود من الناس مش مبسوطة من الحلقة وبتشير بشكل مباشر إنها الأقل هنا بتالت الصورة تتضح عندي شوية إن غالبا ده الفرق ما بين شريحتين من الشرائح الكتير اللي بتتبع المسلسل الشريحة اللي أنا بمثلها والشريحة اللي تبدو إنها في خلاف معايا في بعض الأحيان الشريحة اللي أنا بمثلها مش مفاجأة بالنسبة لأي حد أنا ما أردش الروايات أنا ما بسعش لمعرفة الخلفيات بتاعت الشخصيات أنا يهمني الدراما أولا وأخيرا يهمني أشوف شخصيات بتلمع بتثير الاهتمام يهمني أشوف أحداث مفاجأة أحداث صادمة أحداث منطقية أحداث يترطب عليها حاجات وابقى مترقب اللي هيحصل بعدها الحلقة الثالثة مدتنيش كتير من ده الحلقة الثالثة كانت أميل لجانب الملحمة اللي أعتقد إنها بتناسب أكتر الناس اللي مرتبطة بالعالم مش بأحداثه يعني بيدور على الأحداث الملحمية الكبرى الأحداث اللي عنده خلفية عنها وممتظر إن هو يشوفها حاجات أراها في الكتب أو حاجات سمع عنها بسبب شغفه الشديد تجاه المسلسل فهنا احنا بنوضح الدنيا شوية إن فعلا ما بين القراء وما بين غير القراء ما بين الناس المهوسين بالعالم وما بين الناس المتيمين بالأحداث فيه شوية فروق ومحاولة تسيحها على بعض هو اللي ممكن يخلق درجة من درجات التفاجئ في ردود الأفعال لأن الحلقة دي في تقديل الشخصي كانت غنية جدا دراميا أنا اتوهمت بيها وتشديت جدا مع أحداثها وتواصلت قوي مع المعاناة بتاع كتير من الشخصيات في المواقف اللي هما مروا بيها فأنا متفاهم دول أو متفاهم دول وأتمنى لكل يكون فاهم إن مسلسل زي ده بيجمع فئات كتيرة زي دي ضروري حيكون في بعض الاختلافات اللي أنا حقيقة مش فاهمهم الناس اللي ما قاردش الرواية بس تبعد كتير قوي عن أحداث العالم من خلال الفيديوهات بتاعت اليوتيوب والكلام ده كله والارتكلز واللورز والمواويل دي كلها أنا مش ضد إنك تعمل كده إطلاقا بس ضد إنك تيجي تفسد علينا تجربة المشاهدة بكده لأنك لا طولت إنك تستمتع بالرواية ولا قادر تستمتع بالمسلسل ولا سايبنا نستمتع بالمسلسل فأنا عندي مشكلة مع ده أصلا ما عرفش ليه حد يعمل كده يعني أنا شايف إن المواد ديت موجودة عشان اللي قادر رواية يثري قراءه أكتر بالتبادل مع الآخرين أو اللي بيشوف المسلسل يرجع بعد ما يشوف الأحداث ويعرف المقابل لها في الروايات كان شكله أعمل إزاي لكن إنك بإيدك تحرق على نفسك العمل وبعد كده ما تقعدش ساكت كمان تصعب سرعة إنك تجري بقى عن ناس اللي تتكلم لإن أنا بقى عندي معرفة زي ده زي ما يكونوا دخلين امتحان وأنا بقيت في الموضع إن أنا أصحح لهم فخليني أنا للأسف أقلب عليك الترابيزة وأقول لك لا أنا مش محتاج حد يصحح لي والحقيقة أنت بتتفرج غلط خليني بقى إيه أروح دخل في الجامعة على طول فحبيت بس أشرح وجهة نظري ديت لإنها مش مقتصر على المسلسل دوت بالتحديد دي حاجات تانية كتير ده نمط مشاهدة موجودة عند الناس كتير قوي وأنا بوجه نصيحة للناس دي بمنتهى الأمانة أنتو بتتفرجوا غلط يعني أنا عارف إنها كلمة شديدة شوية بس مش عايزة أجملها بتتفرجوا غلط يتستمتع بالمادة الأدبية يتستمتع بالعمل الدرامي لكن إنك تاخد حاجة في النص في شكل كابسولة كده علشان تيجي تفسد على نفسك وعلى الآخرين متابعة العمل الدرامي فأنا آسف أنا شايف أن ده مش صح حلقتنا ممكن أقول إنها كان فيها تلات خطوط أحداث ولكن مش بالتوازي مع بعضهم بالتوالي مع بعض كل خط أحداث منهم أدى للنتائج الفقست معنا في الحدث اللي بعده أو في خط الأحداث اللي بعده الحلقات تبتدي على ما يبدو كده رانييرا سمعت كلام والدها واستسلمت لإنها تخضع لتجارب كتيرة من اللوردات بتوع المملكة لإنها تختار منهم عريس والمشهد كان بيجمع ما بين الهزل في بعض الأحيان في الاختيارات لسه مصنمين يصدمون بالعائلة الصغيرة ما فيش فايدة أو بنس إنها كبير قوي أو بحاجة بتثبت إن رانييرا بالنسبة لعقلياتها اللي احنا تلوقتي يبقى نمتابعينها وفاهمينها شوية عمرها ما حتخضع للي احنا عاملينه ده وبالفعل بتتمرد عليه بعد مشهد عنيف مفاجئ عجبني جدا بصراحة في وسط عملية التجارب دي وبتقطع الجولة دي في منتصفها وبتنطلق إلى منزلها في نفس الوقت أو بتتزامن عودتها مع عودة ديمان بعد الانتصار في معركة ستيب ستونز واحنا لغاية ما دخل ما كناش عارفين نواياه وحتى إشاراته الأولى كانت متضربة شوية مش عارفين بالزبط هو نوي على إيه في بعض الأحيان كان في حذر كبير قوي من الناس اللي حواليه وهو بدأ بإن هو بيرمي السلاح بتاع الكراب فيدر كتحول الكراب إيتر الكراب إيتر ده أنا الكراب فيدر ده اللي هو التاني وبيقولوا ضيفوا للعرش بتاعك وبيقول إن التاج ده هم الدهولي لكن أنا ما بداعيش إن أنا ملك عليك ده أنت حبيبي وأخويا وحاجات زي كده وبعدين بيسود جو من الدفء العام المملكة ما بين كل الأطراف المتنحرة في لحظة كده وده موضوع عجبني برضو لاني ما بحبش التعائدات المزروعة بالعافية أحب أشوفها وهي بتبني قدامي عشان كده كان عندي مشكلة مع النطة الزمنية بتاعة الحلقة اللي فاتت وعشان كده أنا متقبل الحلقة دي أكتر لإنه ما فيهاش نطة زمنية كبيرة العملية عملية أيام أو شهور اللي هو ما تطلبه الأمر بس لغاية لما أليسنت على ما يبدو تولد وعلى ما يبدو إن هو ينظم لها التجارب اللي هي راحت عملتها السكاوتينج تور اللي هي طلعتها دي وقطعتها في نصها ورجعت بعد العودة دي زي ما بقول بيسود الدفء في العلاقة ما بين الأخ والأخ الملك بتاعنا بسارس عنده رحابة كبيرة قوي هو نفسه الناس اللي حواليه تبطل تقوم بالمخالفات اللي بتعمله التوتر الشديد اللي عنده لأنه في سباق ضد الزمن علشان يضع المملكة بتاعته على الطريق اللي هو نفسه يشوفها فيها قبل ما يرحل وطبعا احنا شفنا خلال الحلقة أنه فعلا وضعه الجاسة دي عمال ينحدر والناس اللي حواليه مصممة أو مستمرة في التخطيط والمكر ونصب المكائد لبعض وحاجات زي كده وده اللي بيدفعه لطريق القرارات اللي هو بيكراغها زي ما احنا تعودنا عليه جوه الأحداث لغاية دلوقتي فبيستقبل دي منه زي ما يكون بيفتح معه صفحة جديدة وبينسى كل حاجة وحشة هو عملها في نفس الوقت بيرمق رينيرا بشكل متكرر ببعض النظرات الساخطة لأنه طبعا أدرك ان هي قطعت الحاجة اللي هو كان بيوضبها لها وان هي للمرة التانية بتتدخل في احد المخططات او احد الامور اللي هو كان عاوز يعملها وبتفسدها له فما هواش قابلها قاوي اللي هو نظر بقول لي كيبا عادي عن وشيس فعادي في نفس الوقت ده رينيرا وآلسنت بيحلوا مشاكلهم بيدوبوا التلج شوية بيتبتدي تتزرع فكرة ما بين الاتنين الحقيقة جميلة جدا وستعرضها في الحلقة كان جميل جدا رغم انها تمت من خلال مشاهد من اللي بتدايق الناس بس انا شايف انها من اروع الحاجات اللي حصلت في الحلقة وهي تبيين اخيرا الفرق ما بين البنتين ما بين رينيرا وما بين أليسنت أليسنت اللي مشيت في الطريق اللي كان مرسوم لها اللي قطاعت والدها من اول لحظة لاخر لحظة والنهاردة المفروض انها موجودة في مكاهنة جميلة جدا وملكة المملكة والامور دي كلها مقابل رينيرا اللي دايما متمردة واللي دايما ساخطة واللي دايما شايف ان دورها مختلف والنتيجة في الاخر ان أليسنت اخيرا نتيجة القرارات اللي هي اندفعت فيها دي ابتدت تترك حملها عليها هي بقت حسة بالوحدة حسة بانها مجرد أداة حسة بانها فعلا المراية اللي دا نيرا شايفة صورتها فيها وبتحاول انها تهرب منها وده طبعا تم الاسهاب فيه بعد كده زي ما بقول في واحد من المشاهد الجميلة جدا اللي انا شوفتها دايما على الرغم من انه عمل لوك جديدة وقص شعره وبتاعه ولكن أصابعه العابثة حرفيا لم تتوقف عن العبث والمراة دي عبثت بكل الناس الراجل حتى مستناش يبات ليلا زي البني قدمين وبعدين يبتدي اللي هو عاوز يعمله هو عبث على طول الراجل عبث في البيت وعبث في أبوها وعبث في امرأة أبوها وعبث في حما أبوها وعبث في هاري ماجواير يعيني الغالبان اللي كان واقف على الباب ده أنا بصراحة ما قادرتش يشوفه غير كده أول لما شافها دخل القوضة لتاني مرة هاري ماجواير فديمن رسم خطة معرفش إذا كانت لحظية ولا غير لحظية بأنه استغل إحساسه بأن رينيرا زي ما احنا عارفين بتتمرد ومش عجيبها الوضع ده كله من ناحية تانية هي حس حاجة تجاهه تجاه دايما خصوصا أنه في المشهد الأول خالص في المشهد بتاع الخطوبة والكلام دوت كانت بتتحسس القلادة اللي هو أهدها لها وهو لما شافها لسه لبساها فهم أن دوت فتح له باب أنه هو يعمل حاجة هل الحاجة دي بقى مشيت زي ما هو كان عاوزها بالضبط أو حصل بعد التغير أو حصل بعض الأمور الغير متوقعة طبعا ده شيء ما ينفعش نتأكد منه بس هو بيرسم لها خطة هروض من غرفتها وبيصطحبها في جولة في المدينة والجولة دي بتاخد منعطف جنسي في الآخر رغم أنه هو بيتخلى عن إكمال العلاقة معاها نحن بنتكلم في الحاجات دي معاكم الواحد بيبقى ماشي على ما علينا المهم هي بتخرج من الموضوع ده وطبعا الرحلة دي كانت من أجمل ما يمكن فيها رسائل كتيرة تم إرسالها منها المسرحية الصغيرة اللي هي تفرجت عليها منها أخيرا أنها تشوف الشعب والناس عايشين إزاي منها أنها لما تشوف ده كله لا بتتصدم منه ولا بتخاف منه بل بتستمتع جدا وبتشعر بالرضى جدا وبتبقى عاوزة تتواجد هنا أكتر وبالتوازي أليسنت في النحية التانية كانت بتهاشتك العيل علشان ينام كانت بتحمي الملك في الطشط اللي هو كان قاعد فيه وكانت فاكرا أن واجباتها للليلة دي تنتهت لغاية لما جالها جواب استدعاء المدير عاوزك جوه عندك صهر ويمكن بيات هنا بترجع ريميرا لغرفتها وبتستدعي كريستون كول لداخل الغرفة وبتبدأ مغامراتها الجنسية الأولى وبنشوف المشهد ده بشكل مطول جدا ما بينها هي على جانب وما بين أليسنت مع الملك على الجانب الآخر وهنا بقى فيه معلومة مهمة قاوية عايزين نطلع عليها ونشوفها سواء على مستوى تريفييل بس المعلوماتنا أو علشان نشوف هي ليه سهمت في أن المشهد ده يبقى له تأثير لأنه على مستوى العري وعلى مستوى الأمور دي كلها مش أكتر حاجة صادمة ممكن نكون شوفناها على التلفزيون أو بالأخص في عالم جيموف ترونز والحاجات دي كلها بس المشهد كان مؤثر حقيقي ما يفعش ما تلاحظوش وما يفعش ما تتواصلش شوية مع الشخصيات اللي موجودة فيه والمشاعر اللي هما بيمروا بيها وده وراء سر الحلقة دي يا جماعة من إخراج أحد المخرجات التلفزيونات المخضرمات اللي اسمها كلير كلنر كلير كلنر دي هي تاني مخرجة أنثى فقط في تاريخ طبعا المسلسل دا كله على بعض أربع حلقات ولكن جيموف ترونز كله اللي بتخرج حلقات داخل هذا العالم المخرجة التي سبقتها كانت مشيل مكلارن اللي أخرجت من إجمالي تلاتة وسبعين حلقة أربع حلقات والباقي كلهم رجالة تسعتاشر مخرج منهم واحدة بس كانت ست والباقي كله رجالة الموسم دا مبدئيا كده الموسم الأولاني عشر حلقات أربعة منهم حيخرجهم ستات تلاتة منهم بتخرجهم كلير كلنر ووحدة إضافية حتخرجها جيتا باتل دا أربع حلقات من عشرة فعشان نفهم بس البصلة العالمية بتعمل إيه وإن ما فيش حاجة في الدنيا أكبر من أنها توقف في وش العاصفة ولكن أنا سعيد بأن الحلقة الأولى اللي بتخرجها مخرجة ست في المسلسل حقيقي كان ليها فيها بصمة واضحة قوي في أنها تنقل مشاعر بطلاتنا الستات بشكل أعتقد أنه كان حيبقى صعب أو مش هقول صعب بس منطقي أن ستة تعرف تنقله بشكل أفضل خصوصا لو كانت شطرة وخصوصا في أن المشاهد الأخرى اللي مش ضروري نكون مهتمين فيها بمنظور الست برضو كانت على مستوى عالي جدا طبعا دي حاجة أو موجة بقت ظهرة قوي مؤخرا في الأعمال العالمية وفي السينما الغيودية ولكن للأمانة مش دايما بيبقالها تأثير عشان ما بقاش طلعة طب وخلاص يعني أحضرني مثلا في The Last Jewel لما استعانوا ابن نيكول هولوفامسر علشان تكتب منظور المرأة في الأحداث وده كان فعلا ليه تأثير كبير وكان إضافة إيجابية جدا على الأحداث سمعنا عن ده بقى كتير في أعمال أخرى والصراحة لما كنا بنتفرج حتى ما فكرناش نروح نقرأ أنا المرة دي بعد ما شفت المسلسل أو بعد ما شفت الحلقة حستني في حاجة مختلفة حستني في حاجة جديدة ده اللي دفعني أني أروح أدور وأعرف هي ليه الحلقة دات مختلفة لأن داخل الصهرة الجنسية بتاعة رينيرا على جانب وبتاعة أليسنت على جانب ممكن تقرأ كل التفاصيل اللي أنت عاوز عن الشخصيتين أليسنت قعدت فترة طويلة جدا وورا القناع بتاع اللياقة واللباقة والدور بتاعها والكلام ده كله لكن في المرحلة دي ابتدت تشعر بالألم ابتدت تشعر بأنها خلاص فاض بيها وزهقت وابتدت تحس إنها من المساجين إنها مسجونة داخل الأصر بتاعها وإنها بتقوم بأدوار مش على مزاجها ومش اللي هي عايزة والأمور دي كلها خصوصا وإن الملك شخصيان في حالة زي ما احنا شفنا كده المرض بتاعه بيتفاقم والعملية طبعا ما تصرش بكل تأكيد ويعجبني فيه بصراحة في وسط العملية وكل شوية لما يسألها وإنتي كويسها إنتي تمام وهيعم على الجانب الآخر رينيرا أول تجربة جنسية ليها كانت مستمتعة بيها جدا كانت سعيدة بيها جدا حتى لما وقفت قدام عائق البلاوي المتلتلة اللي هو كان لابسها عرفوا يتخطوا هذه المرحلة وبرضو عاوز أشكر المسلسل شوية في حتة التفاصيل في البدلة بالدرع بتاع كريستون كول بالأمور دي كلها فأنا أموت في الكلام ده يا جماعة مش في قلة الأدب وده مش يعني معلن الفكرة بس إنك لما تديني مشهد مهما كان صادم مهما كان أي حاجة أنت عايزها في الدنيا بس تغششني فيه عشرين صفحة في كتاب بدل ما تفرج على حلقة تانية حسش إن أنا مشيت فيها براجراف ولا كنين بس دي وجهة نظري في هذا الموضوع وطبعا النتائج بتاعة اللي حصل في الفصل ده أو في الخط ده كارثية عملاقة مدمرة بكل تأكيد وهي اللي بتقودنا للخط التالت أو للفصل التالت في تسلسل الأحداث بتاعنا ولكن عاوز أتكلم برضو عن تفصيلتين فنيتين في الخط ده عجبوني جدا ولفتوا نظري أولا ملابس أليسنت وأنا مش من الناس اللي عندها عين جيدة في الملابس بس المرة دي أليسنت فيه فوس تانين من اللي هي لبستهم يعني خطفوا عيني بجد طبعا بشكل عام التصميم الملابس في المسلسل المستوى أكسترا ألف بلس يعني بس المرة دي أنا الموضوع خد عيني معرفش هل فيه سبب وراء ذلك الناس اللي فهم ملابس أو السيدات اللي بيتفرجوا أو حاجة بالطريقة دي ممكن يفيدونا ثانيا طريقة التصوير طريقة الإضاءة بتاعة رحلة الهرب بتاعة رانيرة من ساعة لما خرجت من قضتها لغاية لما رجعت لها مرة تانية شايف إنه هو عمل هايل جدا على مستوى كل التقنيات بما فيها المونتاج طبعا بكل تأكيد وبما إن ما عندناش أي حاجة في المسلسل ده بتحصل غير لما لازم يكون لها أثر سياسي الطوبة اللي ترمت في المية دي عملت موجات وموجات من الأحداث لأن المحاولة أو المبادرة الجنسية الغير مكتملة اللي كانت ما بين ديمان ورنيرة اتشافت ووصلت لقوته عن طريق قناة غريبة جدا ما كناش متخيلينها واكتشفناها في آخر الحلقة إن هي عمي سارية وبصراحة أنا كنت بتريت أقول هي راحت فين هي كانت موجودة وبعدين اختفت وكلام زي ده وإحنا عرفنا إن على ما يبدو حصل حاجات هو تخلى عنها رجعت تاني غيرت مكانتها ولكن ولأها دلوقتي بقى مختلف شوية وإن كان برضو لسه في شكوك حواليها إن هي أصلا اللي وصلت الرسالة الأولى إلى أبعاد الديمن عن المملكة برضو بالتواصل أو بالاتفاق مع أوتو الملك بيلاقي نفسه في مشكلة كبيرة قوي لما أوتو بيروح وبيبلغه باللي هو وصل له ده وعجبني جدا روعة الحوار في الموضوع ده إن أوتو بيقول تفاصيل كتير قوي بتؤكد إن اللي هو متخيله حصل ولو إن إحنا كمشاهدين عارفين إنه هو ما حصلش ده ممكن يكون بيدعم أكتر إن الموضوع ده كله مكيدة من ديمان حتى الوصولا لدرجة إبعاده عن المملكة بصرف النظر عما إيه ده كانت نتيجة هو متوقعها ولا لأ ولكن حصلت نتيجة تانية هو بكل تأكيد فرحان بيها وصعيد بيها وحنوصل لها مع الريبل إفكت بتاعنا أو مع الموجات بتاعتنا زي ما هي حصلت الملك بتاعنا بيثور ما بيقتنعش ما بيعجبش ولو إنه في نفس الوقت عارف إن رينيرا كارت صعب جدا وكارت متمرد جدا فبيسيب الموضوع عند هذا الحد بينما أليسون بتدخل في حوار متجدد مع رينيرا وبتوجه لها الاتهام اللي هي شافته وعجبني جدا التبادل بتاع الحوار ما بينهم وأعيد وأشكر فيه إن اللي قائم على الأعمال متواصل مع إحساس الفتاتين أو الإمرأتين اللي قدامنا لأن فيه اتهامات متبادلة ومع كل اتهام مش متبادلة ولا حاجة اتهام في اتجاه واحد ولكن مع كل اتهام من دول رينيرا الشخصية بتاعتنا اللي موضع الاتهام بتثور بتغضب بيبان غضبها عليها ولكن سريعا بتستعيد حاجتين إنها فعلا بريئة وإن هي عندها الحق إنها تدفع عن نفسها وعلى الجانب الآخر إنها مش عايزة تفقد التواصل اللي هي خلقته مع صديقتها بعد ما أخيرا وجدته بل وإنها في أحيان كتير بتخطبها بدورها الرسمي وبتقول لها الملكة ده كوين أنت ليكي حق يعني في لحظة أنت صاحبتي ما ينفعش تيجي تغلطي فيها الغلط ده وبعدها بثواني على طول أنت الملكة وأنا لازم أبرر لك اللي أنا عملته هنا ألسنت بتاخد الرسالة دي بتنقلها للملك بشكل أو بآخر وبتكون سبب مباشر في اللي حصل لأبوها بعد كده لأن الملك بيستدعي رينيرا بيوجه لها الاتهام رينيرا بتدفع عن نفسها بيقول لها مفيش مخرج من اللي حصل دوت غير أنك فعلا ترضي بالزواج بتعلي نور هي بتروح مستقبلة النقطة دي وبتسد التسديد عابرة للقرات في نفس الوقت أنك مدام أكبر تاني أني أعمل كده يبقى أنت مطالب منك أنت كمان أنك تتخلى أو أنك ترفض أو أنك تصرف اللي اتهامني للاتهام الشائن ده وإلا يبقى أنت صدقته من البداية طويلة أو عالية طويلة أو عالية وعابرة للقرات ومهمة قوي وطبعا مشهد التخلي عن أوتو نفسه مشهد قوي جدا يجعلك تتساءل هو أوتو لما نقل المعلومة كان متخيل أنها حتوصله أسرع للهدف بتاعه زي ما الملك اتهمه ولا هو حقيقي كان بيحاول أنه هو يلحق مصيبة أو أنه هو يبلغ بحاجة ما ينفعش يسيب الملك بتاعه مش عارفها طبعا بالنظر للنتائج يسوه أنتو أنا شايف أنه ارتكب خطأ هو ما أسش الموضوع صح ما حسبش الموضوع صح ووقع في فخك المنصب له من ديمان والموضوع تكلفه المنصب بتاعه على الجانب الآخر ما تعرفش هو ممكن يكون حسبها غلط توقع نتيجة والنتيجة اللي حصلت نتيجة أخرى هل ديمان كان شايف ده بس كان متخيل أنه هو كمان مش هيتم إبعاده لأنه لما تم استدعائه للمساء لا ألا كان ممكن أتجوزها ونغسل عارها فلكن الملك مرضيش بده وصرفه للمرة التانية أو أبعاده للمرة التانية أو نفى للمرة التانية وده بيطرح سلسلة كبيرة جدا من التساؤلات فيما هو قادم من الأحداث ولكن دلوقتي يبقى عندنا خسائر حقيقية وزي ما بنقول تضاربات في الشخصيات هو مين زاكي بنسبة 100% مين كان ماشي صح وعمل خطأ صغير مين حصل على نتائج كان بيرسم لها مين حصل على نتائج ما كانش متوقعها لأن في عدد كبير من الحاجات حتترتب على اللي حصل دوت أو ضح على الإطلاق العلاقة اللي أخيرا تم استعادتها ما بين رانيرا وأليسن ديات اللي حصل ده بعدما رانيرا تسببت في أنها تستخدم أليسنت كسلاح لإبعاد أبوها حيكون رد فعل أليسنت إيه على اللي حصل ده الهاندوف دا كينج القادم حيكون مين عندنا بعض المرشحين المحتملين اللي موجودين على طاولة المشاورات أو ممكن نشوف وش جديد طبعا ما نعرفش كل ده يا جماعة يعني هو قد لوحتي وصلنا ما عرفش رديها كاما وعشرين في الحلقة بكلم ناس زي ما شافوش ما أقروش ما تفرجوش على فيديوهات ما يعرفوش حاجة حاولوا بس يعني إيه تسبونا في الحتة بتاعتنا دي والله بس والله بنورنا طب والله كمان مرة بنورنا طب عشان خطر كلمتين دول تتزيلوا تدوسوا لايك الله يبارك لكم ولاي لسه فاكرة أفكركم دلوقتي اشتركوا فاكرة لما كنتوش مرتلكين حبيبنا والله من زمان المهم هل رينير فعلا حتمم زواجها من لنور هل الموضوع دوت حيتم لغاية النهاية احنا عارفين حاجات حبيبنا اللي منورين نغششوها لنا ان فيه نطات زمنية الحلقة الجاية فيها قفزة زمنية ولا لأ هل حنرجع نشوف الشخصيات كلها في مكان تاني أنا بصراحة حتدايق شوية يعني على حسب توقعاتي أتدايق شوية لا ده أنا عايز أشوف اللي حصل النهاردة ده بكرة رد فعله عمل إزاي على علاقات الشخصيات ببعضها ما تتنططنيش كم سنة وترجع تقولي ما عرفش إيه اللي حصل وإيه اللي ما حصلش فأنا مبسوط أنا مبسوط من الحلقة جدا معنديش لحظة ملل وفي النهاية كنت مشدود قوي وأنا بتفرج وعجبني أني شفت وشوش للشخصيات ما شفتهاش قبل كده وشفت حاجات في الشخصيات ما كنتش شايفة قبل كده برضه غير الوشوش يعني بس بشكل عام أنا انبسطت من الحلقة والمخاطر بقت حقيقية على مستقبل كل الشخصيات وزي ما قالت سرسي جملتها الخالدة عندما تلعب لعبة العروش إما أن تفوز أو أن تدافع في منطقة جزائك وتوصل دربات جزائك دي ردود أفعالي ودين طبعاتي الأهم منها رقراءكم وردود أفعالكم مش تصحيحاتكم مش تغششكم لنا بمعلومات أنتوا عارفينها طب والله كمان مرة منوريني ألف شكرا حضراتكم على المتابعة ياريت تعملوا شيروا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغالوا جرس التنبيهات وشتركوا بحقيقة تغلقوا بقول تابعوني على فيسبوك تويتر ونيمو وانستغرام باي باي